إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحياكم الله إخواني أخواتي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من الوقفات التفسيرية والتدبرية من سورة ألي عمران عاد الحديث في الآيات عن ذكر الأحداث القائمة على أرض المعركة معركة أحد بعد الفاصل بذكر المثبتات المصحوبة بالتوجهات فقال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وهذا فيه تطمين وبشرى للمؤمنين في المعركة وذلك بإلقاء الرعب وهو شدة الفزع والخوف في قلوب خصمكم المقاتلين وحصل هذا أثناء المعركة وحصل هذا أيضا بعد الانتهاء منها وهم في حال رجوعهم إلى مكة أصيبوا برعب شديد من خلال ما حصل من تبعات بعد انتهاء المعركة هذا سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى عند ختام الآيات التي تتحدث عن معركة أحد سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب لماذا؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه بسبب شركهم بالله تعالى آلهة أخرى ودل على هذا الباء السببية في قوله تعالى بما أشركوا هذه الباء بما أشركوا هذه الباء السببية في الدنيا رعب وهلع وقلق رعب وهلع وقلق وفي الآخرة ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وهذا هو شؤم المعاصي والذنوب وعلى رأسها الشرك بالله تعالى ثم وجه تعالى خطابا للمؤمنين ولقد صدقكم الله وعده وهذا أيضا تطمين تطمين لهم بأن الله تعالى معهم ويعدهم ويفي بوعده ولقد صدقكم الله وعده في ماذا؟ ما الوعد؟ إذ تحسونهم تحسونهم الحس والقتل وشدة القتل أي كنتم تقتلونهم قتلا شديدا وهم يفرون والله حقق لكم هذا الوعد وسارت الأمور بما وعدكم الله ثم انقلبت الموازين انقلبت متى؟ حتى إذا فشلتم يعني ضعفتم وجبنتم حتى ضعفتم وجبنتم وتنازعتم في الأمر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر تنازع في ماذا؟ وهو الذي حصل بين الرمات على الجبل خمسون رجلا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف على الجبل لأداء مهمة الرمي وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأمرهم ألا يتحركوا منها حتى تأتيهم الأوامر ولكنهم عندما رأوا أن المعركة أن المعركة أوشكت على الحسم وذلك بفرار جيش المشركين وأن الله تعالى حقق وعده وصادقهم إذ يحسونهم أي يقتلونهم عندها قرروا يعني هؤلاء الرمات عدم البقاء على الجبل وقدروا في أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالبقاء عند اشتداد المعركة هم هكذا قدروا فما دام أن المعركة قد انتهت فلا داعي لبقائنا وعندها كان أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه يأمرهم بالبقاء وعدم عصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستجب له أكثرهم وهذا هو التنازع والعصيان الذي قال الله عنه وتنازعتم في الأمر وعصيتم ومتى حدث هذا متى حدث من بعد ما أراكم ما تحبون ما الذي يحبونه النصر وأيضا الغنائم كما قال تعالى بعدها مباشرة منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الدنيا فقد تبين أن منكم يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منكم من يريدها من يريد الدنيا حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما شعرت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الدنيا حتى كان يوم أحد حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية منكم من يريد الدنيا ثم صرفكم عنهم أي صرف الله وجوهكم عن عدوكم ولم تستطيعوا مواجهتهم لماذا؟ ليبتليكم أي ليختبركم بإظهار المؤمن الصابر على البلاء من من زلت قدمه وضعفت نفسه وهذا أيضا درس آخر أعطاهم الله تعالى إياهم تمحيصا وتثبيتا وبعد أن حصل ما حصل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفشل والتنازع والعصيان قال تعالى عنهم بعدها ولقد عفى عنكم ولقد عفى عنكم لما يعلم الله تعالى ما في قلوبهم من الاستسلام له والطاعة والمحبة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم فما حصل منكم من تقصير فقد عفى الله عنه وهذا دلالة على بشريتهم رضي الله عنهم من حصول التقصير لكنهم سريعوا العودة والأوبى رضي الله تعالى عنهم جميعا ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ثم ذكرهم تعالى بعدها بتقصير آخر حصل منهم إذ تصعدون على الجبال ولا تلوون على أحد لا تلتفتون لأحد والرسول يدعوكم في أخراكم هذا لما دارت الدائرة على المؤمنين واستغل المشركون الثغرة التي حصلت على جبل الرمات بقيادة خالد بن الوليد طبعا أنا ذاك قبل أن يسلم استغل المشركون الثغرة التي حصلت على جبل الرمات وحلت الهزيمة فأصبحوا التائهين ضائعين أي الصحابة لله أصبحوا التائهين ضائعين فعندها صعدوا الجبال فرارا صعدوا الجبال فرارا وهو قوله تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد أي لا تلتفتون على أحد وأنتم تصعدون الجبال فكل يقول نفسي نفسي والرسول يدعوكم في أخراكم وتركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في ساحة المعركة في آخر موقعكم من تحتكم وهو يدعوكم ويناديكم هلموا عباد الله تعالوا عباد الله ويكرروا عدة مرات وأنتم لا تلوون ولا تلتفتون عليه أبدا فأثابكم غما بغم فأثابكم غما بغم تراكمت عليهم الغموم عندها رضي الله عنه ومن رحمته تعالى أنه عبر عنه بالثواب فالغالب فالغالب هذا أن لفظة الثواب تطلق على الحسنات لا العقوبات هذا في الغالب طبعا وليس بالكل وهذا من رحمة الله تعالى وفضله وتخفيفا عليهم كما قال تعالى قبلها وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ دُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فأثابكم غما بغم الباء هنا غما بي بغم الباء قيل أنها بمعنى على يعني أثابكم غما على غم وقيل أنها بمعنى التضمين أي غما متواصلا بغم الغم الأول يعني هو الواضح أن هناك غمان الغم الأول الهزيمة وفوات الغنائم الغم الثاني خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواصلت عليهم الغموم فتخفيفا عليهم ورحمة بهم قال تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما حل بكم من خوف وهزيمة فكم في هذا الموقف من عبر وعضات ودروس معصية بسيطة حصلت باجتهاد ولم تكن بقصد وبتقدير قدروه حلت بهم هزيمة مصحوبة بهموم متتابعة عاشوا معاناتها أثناء المعركة فكيف سيكون الحال إذا عصي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا عمدا جهارا نهارا ويرد أمره صراحة ففيها من الهداية بأن طريق النصر للأمة هو بطاعة الله ورسوله والاستجابة التامة فلا تقدم أو تحكم الأراء والعقول والأهواء على أمر الله تعالى وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد هذه الغموم المتواصلة التي حلت بهم في ثنائي المعركة ماذا حصل هذا هذا ما سيكون الحديث عنه بالحلقة القادمة إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ترجمة نانسي قنقر